السلام عليكم احلى متتبعات اهلا بكم معي من جديد في قناة تلك تتم كل ما هو تنظيم وترتيب البيت افكار ونصائح متعليقة بالمشتريات وشهيوات ووصفات اللي سهلة اكيد ان شاء الله هتجبكم اليوم ابغيت نشارك معكم مصفة ديالي لصدر الدجاج اللي كيجي لديد بزاف وفتي وما فيش تعب نهائيا يعني هذه الحاجات تكونوا عيانين مثلكم الطيبو لانه سهل سهل بزاف واكيد عن نقدم لكم واحد القلاس اللي خاطر بزوين بزاف 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 مكوناته سهلة ما فيش تعقيدات نهائيا ديكش اللي عندكم في الدار منتوفر هو اللي تقدو به لهذا القلاس اللي كيدي كمية كبيرة بزاف حتما كيما كتشوفو تبارك الله يعني بلاتو كبير ديال القلاس اللي نزل ليه فاخريكم معي ان شاء الله اكيد نشارك معاكم المقادير بطريقة التحضير فهد القلاس نزليه تقريبا كيلو ونص او اكتر ديال القلاس اللي درس ديال المول فهو فيه 30 سنتيم على 25 سنتيم فان شاء الله انا ندوز معاكم دابا باش نقدو اه دجاج صدر الدجاج فكان احتاجو الصدر الدجاج يعني يكون هبرا وكان احتاجو العطرية لدينا البزار لدينا خرقوم لدينا سكين جبير وشوية ديال الملحة ويلا كونتو دايدين في الدجاج الملحة بزاف حاولو ما تدلوهاش وكان احتاج ايضا اه العطرية ديال شاورمة انا كنضيف هنا يعني شوية ما تدلوش بزاف بزاف لانو العطرية تشاورمة كتا كتمرر الى درسي كتر من القياس كتب لي مرة وكان ضيف ايضا الموتارد تقريبا معلقة كبيرة وكان ضيف هاد سويا سوس او سوس سوجة كان ضيف ايضا معلقة ديال مركز الطماطم كان حاول نخلط قاعد المقادر وكان جيب صدر الدجاج ديالي وكان دهنه مزيان بهالتتبيلة هادي المفروض انه يبات ليلة يديرو فتلاجة يعني يتقدلو هاد التتبيلة ودهنه مزيان وتخليوه ليلة لغدالي عطيبه ما كانش عندكم الوقت الاقل خصو ساعتين او ثلاثة ديال سويا باش هاتتسبيلة تشرب شي شوية ديكتجاج ويجيل ديد فانه نايا عندهنه وعن خليه فتلاجة انا خليته هنا ساعتين انتم ما اللي كان عندكم الوقت تقدروا تخليوه يعني ليلة كاملة يكون احسن فانهن هاي عن غطيه وعن خليه فتلاجة فانهن تقديرو كيجيل ديد بزاف وكيجيفتي يعني كل ما بقى في هاد التتبيلة كل ما كيكي ولي طريق اكتر فاش كا طيبوه انهنا انا يعني اعنا حقد البطاطي قطعتها على الشكل اللي سبغي وم ام انا قطعتها على شكل طولي انا انا نسلقها في الماء خمسا ديال دقايق فقط يعني مش ما طبش بزاف إلى طابات فاكتاخد وقت كبير في الفران باش تبلي تعمل رسالا فمن احسن غير تدخلها الطياب نص سلقة تزولوها وتقترب زيال من الماء عادي نديرو لها التسبيلة ديالها تاهية اللي فيها شوية شوية من العطرية ديال شاورمة وشوية ديال المليحة نحاولو ما نكترولها للعطرية بش ما كتجيش مرة تاهية ما كتجيش تيكل المرورة فيها فقط شوية ديال شوية فقط من عطرية ديال شاورمة وكندفو لها زعطرة شوية ديال زعطرة كي تجيب مدقرية ديالها زبين أنا هنا نضيف حتى الجزر تقدروا أي خضرة يعني لكي يأكلوا على الوناد ديالكم نضيفوها مع هاد دجاج اللي كي يجيها كم شوية في الفرن وحتى يعني الخضر كي يجيب مدقرية ديالها زبين في الفرن هكاية فأنا هنا يعني الجزر عند ديل له نفس تتبيلة ديال المطاطس وديال الدجاج نضيفوها للاعطرية ديال شاورمة فقط كان نناكد أنه القليل فقط باش مك تجي نشمر فقط نسمى ديال العطرية ديال شاورمة والعطرية ديال شاورمة نحاولوا أننا نختاروها بعناية لأنو كين هاد ديال كيتبع محلولة كتكون شوية أحسن نأخذها القرعات ونأخذها المركة المزيانة فكيكون فارق مضاق على مضاق فأنا هنا نحاول أن ندرك الدجاج ديالي نديره في واحد لطاق ندير فيها فقط ورق المطبخ ورق ديال الطبخ اللي كيدخل الفران وكن نجيل البطاطس ديالي ندير لهم العطرية اللي قوت لكم ممكن نحاول دياله ماكا بوطا باش اي حبة البطاطس يوصلها ديالك تسبيل كما قد تكون نسلقوش بزاف البطاطس لانه منك تترخبها بزاف كتاخد وقت طويل في الفران اما منك تقاش الدراسة فهي دغية دغية كتاب في الفران لنسقطروها مزيان من الماء فأنا هنا ان شاء الله نزمعكم باش نحضروا القلاس فأنا هنا اخذت الشوفان دوبت جوج مع العلق كبار ديال سنده حتى دابو مزيان ولو كراميل وضفت ليهم الشوفان وقلبتو واحد دقيقة ولا جوج فوق المقلع وخليتو يبرد ومن بعد عن طحنه ونقول لكم ان شاء الله شو ندفع عليه هنا اخذت نسف لتر من الحليب وضفت ليه الساشي ديال الكريم شانتي انطربوهم هنا مزيان ونضيف نصف كأس من الحليب يعني في اللول كان نضيفو لتر من نصف لتر من الحليب وكان طربوه وضروري يكون الحليب بارد مزيان لا يكون في درجة ديال المطبخ حرارة ديال المطبخ يجب ان يكون بارد بزاف حاولوا تدخلوه للتلاجة او المجمد واحد خمسة دقائق وحتى ديكسة شي ديال الكريم شانتيه حتى هي تكون باردة من الاحزن فانا من انكتبالي هنا الكريم انها طلعت شي شوية وبدأت تكاتف فانا هناك مقا نضيف شوية بشوية الحليب ففي الولاة ومشتور كيميا اللي اعطيتني كانت اعطيتني كيميا قليلة ومن بعد ما بقت كنضيف الحليب وهي كتطرب يعني كنضيف حد شوية بشوية تا كتولي هكا كتحتيني الفوليوم كتر وكتولي تقيلة يعني مش تقيلة بحال بحال الرغوة ولكن كتجي هكا كرامية كتجي بحال لاموس كتجي مرخوفة وبحال لاموس هكا يعني مش كي يجي ديك القلاس كي يجي زوين فانا هنا يعني ديال جوج ديال المداقات كان عندي المداق واحد ديال شوكولة واحد بالنوغا فهذا ديال شوكولة كان نضيف ليه الساشي ديال كاكاو وكان نضيف ليه ياغورت ديال شوكولات وكان نضيف ايضا واحد المعلقة صغيرة ديال القهوة سريعة الدوابان تقدر تصغني عليها اللي ما كتعجبوش فقط هيك تعطينا واحد المداق زوين صافي انا هنا كان نخلط ديال شي هدك مزيان وكان نديرو في المول اللي عند خلو المجمد والشكل الاخر كان نضيف له ياغورتس طبيعي فاني وكان نضيف لوغو ديال فاني وكان نحركوه مزيان وكان نجيب ديك الشوفة اللي عسلتو في ديك الكاراميل كان نطحنوه وشوية ديال كوكا او اللوز او اللي عندكم كتحمروه وكان نطحنوه مزيان وتقدروا تخليه يعني شوية مهرمش وكان نضيف له وما تنساوش السكر على حسب الضوقة انا هنا يضفت جوج معالق ديال السكر تقدروا انتو متستغنوا عليه وهنا يكن نضيف شوية ديك كوكا ومهرمش وديك شوفان اللي حصلتو كان طحنو مزيان وكان نضيفه واحتى الشكلات اللي قلت لكم يعني حكيت واحد شوية واحد ثلاثة المعالقة ديال الشكلات تقريبا محكوك وكان نحاول نخلط كل شي مزيان كيجي المدق دياله رائع هذا اللي فيه ديك شوفان واسل فصافي انا هنا كان ندخلت طبقة الاولاد المجميد باش تجمد وكان نخرجها باش نضيف ليها طبقة تانية انا هنا يا صافي جمدت عندي الاقلي بقار بعض ديال سوايح اولي لكاملة باش كيش تدرسو مزيان ما تنساوش ديلول هاد البلاستيك الغذائي فهو يعني كي ما كيصق متاشي حاجة لان تكون المول كيتحل ما تحتاجوش البلاستيك الغذائي ولكن الى كان بحالها كي ما كيتحلش تقدروا يعني تستعنوا بذيك البلاستيك الغذائي باش يساعدكم كما اشتروا حط كمية كبيرة بزاف فرح حجمها الي هذا فهنا هنا يعني نزوق بشي شوية ديال الكاراميل كان نجيب فقط معلقة ديال العسل وكان نضيف لها سادي القطاع ديال شوكولات البيضاء وكان ندوبها على النار وكان نحاولها كي ندربع بحال الخطوط هكاية باش كي يجي المدق اول حاجة كي يجي مدق بحال الكاراميل من كان نديروا العسل مع الشوكولات جربوها رايج بكم المدق دياله وكان نزوقوا بها كي يجي على شكل كاراميل ملفو قدرت له شبية ديال كاوكا ومهرمش كي تقدروا تديروا اللوز او اي حاجة ديال كي يبقى لحسب اختيار ديالكم وانتلو هنا ديال عادي جدا ولكن نرى جا الديد الديد والله عادي ميلي جا الديد بزاف فقط بها المقادر اللي بصيطة جدا انا كنت جربت سديجة ديال الغلاس اللي كيتصوب بالفلون وما جاش زوين بحالي عاقد بزاف وما جاش كريمي فهذا كي يجي الملمس دياله كي يجي كريمي كي يجي زوين بزاف تبعوا المراحل والطريقة اللي قلت لكم اكيد ان شاء الله يطلع معكم وغلاس يعني استحق تجربة مافيش مكونات بزاف مافيش لا بودرة ديال حليب ولا بزاف ديال الحوائج اللي يعني كي يكونوا ماكيكونوش دائما متوفرين في الدار فهذا كل شي كي يكون عندنا متوفر في الدار مافيش تبارك الله الكيمية الكتيرة ديال القلاس فقط بخمسة وعشرين ديالنباش تقيمت عليها كنتمنى انو هذه الوصفات يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وماتنساوش تشتركوا في القناة والاهم من الاشتراك هو تفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد لانو معا ماكي تفعلوش الجرس ماكيوصلكمش اي حاجة حتيتا ماكي توصلش وحتى اليوتيوب يعني كيزول ديك الاشتراك ماكيخليش فليدعفكم اشتركوا في القناة وفعلوش زر الجرس وماتنساونيش احتمت علي قديلكم لكي تكون حلقة دي التواصل بيني وبينكم ممكن تحاول انني نجاوب لي كومنتيخ نجاوب عليهم شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء ان شاء الله فيديو اخر في رعاية الرحمة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة